متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب بتكونوا بخير وبصحة وبسلامة مش عارفة اجبها لكم ازاي بصراحة اترقوا لكم ان جوجل نزلت بي اصدار جديد من جيميناي 2.0 وهو جيميناي 2.0 Flash Thinking Experimental كنت اتكلمت من قريب عن جيميناي 2.0 Flash Experimental وده كان اول اصدار من عائلة جيميناي 2.0 النهاردة هتكلم عن جيميناي 2.0 Flash Thinking هذا الاصدار الذي يتميز بالتفكير زي ما انتو شايفين كده Thinking انا عارفة ان الموضوع اصبح سريع جدا الرتم سريع جدا بتاع الاصدارات وكتير جدا من الاحيان بتبقى مش عارفة تستخدم انه موديل والموديل ده افضل ولا الموديل ده افضل ومفيش وقت لتجربة الموديل بشكل جيد وتبص تلاقي في موديل تاني نزل وراه موديل تالت نزل وراه وهكذا طبعا الموضوع انا عارفة ان هو مربك الى حد كبير ان شاء الله هنحاول ان احنا نعرض الموضوع وان شاء الله باذن الله هنحاول ندور على الاستخدامات المفيدة لهذه النمازج اللي ممكن تفيدك بشكل عملي في حياتك اليومية العملية الوظيفية الدراسية ونطلع ان شاء الله نتكلم عنه هنتكلم عن جيميناي 2.0 Flash Thinking Experimental وهو النموذج الجديد من جوجل للتفكير ولو وقفنا عليه حنشوف ان هو بالنسبة لـ Use Cases اكتر حاجة ممكن انت تستخدمه فيها ان انت reason over the most complex problems مشاكل معقدة we show the thinking process of the model لو انت عايز تشوف الـ Process بتاعت العملية الـ Thinking اللي هو بيعملها وهنشوف الموضوع دلوقتي مع بعض وايضا بيتعامل مع difficult code and math problems فاذا لو انت عايز تحل عملية رياضية معقدة اسأل رياضية معقدة او حاجة لعلاقة بالكود دعونا نستخدمه ونشوف امكانياته عاملة ازاي هنا حبتدي ان انا اسأله سؤال اقوله what are your capabilities ايه capabilities بتاعتك ايه قدراتك دوس run وهنا حيظهر معاك حاجة مختلفة شوية ممكن ما كنتش بتشوفها من قبل وهو الجزء المتعلق بالthinking زي ما احنا شايفين بيبتدي يفكر ويديني الاجابة دي الاجابة دي capabilities بتاعته دي قدراته بابع الاسئلة الفهم ورد بي different styles بstyles مختلفة بتابع الانستراكشنز بتابع الارشادات بلخص التكست بترجم اللانجويتش حاجات اخرى كتير تعال بقى هنا لقي هنا thoughts ان هذا الموضل او هذه النتيجة تم انتاجها بناء على chain of thoughts ايه اللي chain of thoughts دي لو انا عملت expand ال expand هنا حتشوف الطريقة اللي تعامل مع السؤال ده بيها والطريقة دي اول حاجة بدأ يعرف المغزم السؤال بدأ انه هو يكونسيدر يتكلم عن نفسه ويعبر عن نفسه ويبتدى انه هو بتدى انه هو يصنف تبع عنه فئة ودي البروساس اللي هو استخدمها او ال chain of thoughts اللي هو استخدمها علشان والبرينستورمينج وكل ما هو ذلك لحد ما تحصل انت على هذه الاجابة في الآخر وبالتالي انت بتشوف تفكير بتاعه ده هل تدفكير منطقي ولا لأ موضوع التفكير ده والتدرج في التفكير بالشكل ده بيخلي موضوع الهلواثة هنا ضعيفة جدا بالنسبة لهذا الموضل تعالوا بقى نشوف حاجة تانية ونديله مثلا سؤال صعب يجاوب عليه هنا هبتدي ان انا اروح ادوس على create prompt علشان اروح افتح محادثة جديدة او شات جديد هنا هبتدي اديله math problem ترجمتها يا كتب الانجليش ترجمتها باللغة العربية شركة بتبيع كل عنصر مخابل 12 دولار تحقق الشركة ربحا لما بيكون اجمالي الدخل من بيع كمية من العناصر اكبر من اجمالي وعطيك C ولانتاج C قدر مدير احدى الشركات ان التكلفة بتاعة الشركة ستحقق ربحا ان المهم دي المسألة والمفترض ان انا عارفها الاجابة وحنشوف الاجابة اللي هو حيدهنة وحيحل ال problem D او math problem D ازاي هبتدي اعمل run هنا هبتدي thinking بيفكر وزي ما انت شايفه وبياخد وقت في التفكير ما بيدينيش الاجابة على طول وهنا بعد كده اعطاني الاجابة واعطاني الحل وهنا الاجابة ان اكبر من 70 وبالفعل ان اكبر من 70 دي الاجابة الصحيحة لو انا رحت عملت expand يعني هنا دست على السهم اللي التحت ده هيبتدي ديك الطريقة او chain of thoughts اللي هي ال skill بتاعته بتاعت التفكير ازاي وصل لهذا الحل فكر ازاي عشان يحل هذه المسألة ودي حاجة من الحاجات اللي تخليك تطمن ان ما فيش نوع من انواع الهلوسة في الاجابة او ممكن يديك اجابة خاطئة وهذه هي الاجابة الصحيحة لو رحت هنا عملت compare وهنا عملت compare ما بينه ما بين الموضل اللي قبله على طول Gemini 2.0 Flash Experimental وحطيت هنا question وعملت run هنا هنبص اللي ايه هو بيفكر هنا عطاني الاجابة على طول وعطاني الاجابة صحيحة وكل حاجة بس الميزة هنا ان هو هيقول لك ازاي وصل للاجابة الصحيحة خطوة بخطوة لا يا chain of thoughts هيديك نفس الاجابة ان اكبر من سبعين ان اكبر من سبعين هذه هي الاجابة الصحيحة وتقدر طبعا تعمل مقارنات مختلفة ولكن للناس اللي عايزة تعرف الموضوع خطوة بخطوة وبالتفصيل وازاي وصل لها وفكر فيها ازاي ممكن انها تستخدم Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental لسه بصراحة ما جربتوش بشكل متعمق اكتر ولكن ان شاء الله باذن الله ممكن ان احنا نجرب عليه use cases لما نوصل use cases ممكن the feed ان شاء الله نطلع نتكلم عنها اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة وعرفتم اخر تطورات شركة جوجل مع Gemini 2.0 وجمini 2.0 Flash Thinking Experimental الاصدار الثاني في العائلة الخاصة بجمini 2.0 وهو مفتوح بشكل مجاني جوجل AI ستوديو تقدر تستخدمه وهحط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو الخاص بجوجل AI ستوديو شوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم متابعين الأعزاء تنساش اللايك وشيرو الكومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته